اشتركوا في القناة فرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول قال أقول يا اللهم إنك عفوهم تحب العفو فعفو عني فالدعاء له مزية في تلك الليلة قراءة القرآن هي من الأعمال المباركة في كل يالي رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان يعارضه القرآن فإذا قراءة القرآن هذا من الأعمال الصالحة التي تعمر بها تلك الليلة الإحسان والإنفاق والصدقة أيضا من العمال الصالحة التي تكون في ليلة رمضان لحديث كان نبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه بسبب هذه المجالسة وهذه المعارضة للقرآن في كل ليلة هذه الأعمال التي يمكن أن يقل ورد بها النص وما عدى ذلك من العمال الصالحة من تسبيح وتحميد وذكر واستغفار وسائل أوجه الخير هو مما يندب إليه لكن هذه هي الأعمال الخاصة بليلة القدر القيام الدعاء قراءة القرآن الإحسان